تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات وذلك بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لقب بطولة رالي داكار 2020 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أرفع لسموكم أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة فوز مملكة البحرين في رالي داكار 2020 الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يأتي هذا الفوز ضمن سلسلة متواصلة من الإنجازات التي يحقيقها أبناء البحرين في مختلف المحافل الرياضية بما يؤكد أن أبناء الوطن مستمرون في مواصلة مسيرة التمييز ونهج حب التحدي وعشق الإنجاز الذي غارستموه سموكم بما ساهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا ودائما في مختلف المحافل إن ما تحقق من إنجازات متوالية لهو مصدر فخر واعتزاز لدى كافة أبناء الوطن لما تقدمونه من دعم مستمر لمختلف الرياضات وبالأخص رياضة السيارات حتى أصبحت المملكة موطنا لها في منطقة الشرق الأوسط وبالمراكز الأولى في المحافل الإقليمية والدولية وآخرها ما حصدناه اليوم من بطولة بتحقيق المملكة لقب بطولة رالي دكار 2020 بما يعكس العزمة والعزيمة المتجددة لفريق البحرين على كافة الأصعدة حفظ الله سموكم ودمتم للوطن عزا وذخرا في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظها الله ورعاه وتقبلوا سموكم حفظكم الله فائق التحيات والاحترام عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات